عايزة أقول لكم بقى اللي أنا هحكيه لكم ده حصل فعلا حرفيا كنت مجهزة فرخة مشوية نتغدى بيها فجأة يا جماعة كده لقيت أخواتي بيقولولي قدامنا نص ساعة ونجيلك قمت بقى وحولت الفرخة الزغيرة دي لوليمة بصراحة ومشاء الله كفتنا كلنا تعالوا أقول لكم بقى عملت ايه في الأول خالص كده كان عندي فرخة وزنها يعني في حدود كيلو ونص فقلت كده جهز لها محلول ملحي يعني أنقحة فيها عشان تبقى رحيتها كويسة فجبت كده بولة حطيت فيها ميا وضفت عليها معلقتين كبار من الملح معلقة كبيرة من السكر شوية كده من الفلفل الأسود وكمان كم ورقة من ورق الغار وحطيت كمان معلقتين كبار من الطحينة لأن الطحينة بتضيع فعلا رحة الزفورة اللي بتبقى موجودة في الفرخ قلبتهم كويس مع بعض وطبعا ضفت كده عصير لمونتين وحطيت بقى الفرخة وقلبتها كويس في المحلول وهسيبها بقى حوالي من نص ساعة لساعة وبعد كده هاخسل الفرخة كويس جدا وهصف فيها من أي ميا موجودة فيها وبناخد بقى الفرخة دي طبعا بيبقى موجود كده في الظهر كده إيه زي عظمة كده بيبقى في النصة عظمة بنبدأ بمقصة أو بسكينة بنبدأ نقطع العظمة من نصة بالزبط بالشكل اللي انتوا شايفينه عايز أقول لكم أن الخطوة دي بتساعد أن الفرخة تستوى معايا بسرعة وكمان أن الفرخة بتبقى طرية معايا لأن بعد ما بقطع العظمة دي بمسك كده الفرخة وبقطع أو بكسر أي عظمة موجود فيها فالخطوة دي مهمة جدا علشان الفرخة تبقى طرية معايا في الآخر هننقع بقى الفرخة نحن بنجيبها ونحط عليها معلقة صغيرة من الملح نصة معلقة صغيرة في الفل اسود معلقة صغيرة من بهارات الفراخ معلقة صغيرة من البابريكا وكمان معلقة صغيرة من الصماء بيفرققه في الطعم واللون بتاع الفرخة في الآخر وكمان كده الرشة من القرفة عليهم كمان معلقتين كبار من الزيت وهقلب بقى الفرخ كويس في التدبيلة بس بجيب كده السكينة وابدأ أعمل فتحات في الفرخ علشان بس أضمن أن التدبيلة أو الفرخة تتشرب من التدبيلة كويس هتدبلها من فوق ومن تحت وبين الجلد وبعد كده بقى هسيبها في التدبيلة دي من نوص ساعة لساعتين بس أنا بصراحة كنت مستعجلة على الأكل فيضوبك نوص ساعة واشتغلت في الفرخة على طول فجبت كده الفرخة بعد ما تدبلتها وحطتها كده في شبكة الشاوي عايز أقول لكم إن شبكة الشاوي دي متوفرة في كل المحلات بتاعت الأدوات المنزلية وسعرها معقول جدا وحطتها بقى كده على صنية وبعد كده حطت في الصنية شوية مية وباخد بقى بعد كده الفراخ دي أدخلها على فرن سخن جدا على الصغم من تحت المدة نوص ساعة على درجة حرارة وبعد كده بخلي درجة الحرارة ميتين واسيب بقى الفرخة استوى معايا براحتها بتاخد معايا كده تسوية من ساعة لساعة وربع بتكون استوت وبقت زي الفل بصراحة منظر الفرخة المشوية بصراحة كان منظرها جميل جدا وعايز أقول لكم بقى طعمها كنفوزية بس أنا بصراحة بعد ما اتصلوا بيا حولت بقى الفرخة المشوية دي خالص خلتها وقطعتها الكتعة زغيرة بالحجم اللي انتوا شايفينه يعني زي ما نكون هنقطعها لشاورمة بالزبط هاخدها بقى واركنها على جنب وبعد كده بقى جبت حلة وحطيت فيها كباية ونص من المية وضفت عليهم معلقة جبيرة ونص من النشا وقلبتهم كويس مع بعض كباية ونص من المية عليها معلقة جبيرة ونص من النشا وهرفع بقى الحلة دي على النار لحد ما القواميت قال معايا ويكون شفاف بالشكل ده وهناخد بقى خاليط النشا ده هنحطه في اي حاجة واسعة موجودة عندنا وهنضيف عليه نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة ثم مفروح وكمان معلقة كبيرة من الخل هنخلطهم كويس مع بعض وهنسيب بقى الخاليط ده شوية لحد ما يبدأ يبرد معنا بعد ما برد معنا خالص هنضربه كده بالهند بلندر وبعد كده هنضيف ربع كباية من الزيت بس بنضيف الزيت بالتدريج لحد ما القواميت قال معنا انا طبعا هنا بعمل صوص ثومية يكون سريع ما ياخدش معايا اي وقت نهائي بس حبيت ان انا اعزز الطعم شوية فضفت عليه معلقة كبيرة من المايونيز وقلبتهم كويس مع بعض ما شاء الله بيدي طعم حلو جدا وزي ما انتوا شايفين القوام بتاع الطومية ده القوام المزبوط اللي احنا عايزينه هناخد بقى صوص الثومية ده هنركنه على جنب وكان طبعا عندي العيش السوري ده طبعا باشتريه بحتفظ به في الفريزر طلعت وسبتي فك شوية وكمان جبت كده خيار مخلل قطعت القطع الزغيرة وبعد كده باقي حمرت كده شوية بطاطس وقلت كده اتبلهم معاكم فحطت عليهم شوية من الملح رشة من الفلفل الاسود وكمان شوية من الكمون عليهم كمان شوية من الطوم البدرة وقلبتهم كويس مع بعض وهناخد بقى البطاطس ده نركنها على جنبه وتعالوا بقى مع بعض كده نجهز احلى سندوت شات شاورمة بس يا ليد في الاول بس تنزله تحت كده وتحط لايك للفيديو وتقولولي تسلم ايدك يا مولي لان فعلا النتيجة في الاخر هتبهركم جدا طبعا بنجيب كده العيش السوري ونبدأ نفتحه بالشكل اللي انتو شايفينه وهنحط كده عليه شوية من صوس الطومية وكمان شوية من الفريخ على كمان شوية كده من مخلل الخيار على شوية بطاطس ونحط كمان من فوق كده شوية من الصوس بتاع الطومية وهنبدأ نلف العيش على شكل رول زي ما انتو شايفين كده ويريد بقى على ما اللف في السندوت شات تنزله تحت وتكتبولي بتتابعوني من انهي بلد انتو عارفين انا بحب اشوف كومنتاتكم جدا وبفرح بيها وفعلا بحاول على قد ما اقدر ارد على اكبر جزء فيها يلا بقى هنجيب جريلة عندنا او اي طاصة عندنا دهنا خفيفة خالص من الزيت ونحط بقى سندوت شات الشاورمة بعد ما جهزنها كده على الجريل على نور وسط واول لما يبدأ ياخد معانا لون من تحت على طول بنبدأ نقلبه على الناحية التانية وطبعا هنا بقى هنخلص كل كمية سندوت شات الشاورمة بالشكل اللي انتو شايفينه بعد بقى ما خلصنا الكمية كلها وهنطلحها من الجريل طبعا ما شاء الله واخد لون جميل وعايز اقول لكم بقى مقرمش جدا 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 وطبعا كنت عايز اسألكم برضو على رأيكم ان شاء الله يعني الايام الجاية حابيني الفيديوهات تكون صامت ولا بسوطي طبعا رأيكم يهميني جدا فهيرت بس لو تسيبوا لي ارأيكم تحت في الكومنتات سامعين يا جماعة القرمشة شكلها عامل ازاي سامعين بس يعني بصوا طح فم قرمش جدا وحلو قوي وطبعا لو انت بتحب السندوت شيبقى طري ممكن بعد ما بتطلعي منها عن الجريل تغطي شوية بيبقى طري وزي الفل وهنا بقى حبيت كده قطع الشاورمة وقدمها زي ما احنا بنشتريها من بره بالضبط لان بصراحة العين بتاكل قبل الفم واظن بقى بعد المنظر الامر ده انا عايزة لكمنتات كلها مفيش فا غير تسلم ايدك يا موليلي وطبعا شايفاكي يلي لسه منزلتش تحت ولا حطيت اللايك ولا قلت اي حاجة لايك بقى لو عجبكم الفيديو ربنا يحسن ما بين ايدكم وبالفة هانا وشفا